فاركو بقى النهاردة فاركو عمل مباراة محترمة قدام نادي الزمالك فاركو عمل محترمة مباراة محترمة قدام نادي الزمالك نفرق بول بالمناسبة لسه من يومين خاصة أنتها ده سفر برضو عشان انت ما تلعبش نفسك وخلونا منطقيين يا جمعة الكورة دلوقتي كلعيبة الكورة في مصر المستويات بقت متقاربة يعني اللعيب اللي في فاركو قريب من اللعيب اللي في الزمالك قريب من اللعيب اللي في الاهل نفس الأمر في فيوتشل نفس الأمر في بيراملز نفس الأمر في غازل المحلة المستويات بقت متقاربة بقى ش فيه زي زمان في التسعينات أنا فاكر في التسعينات لأهل وزمالك يلعب فيه مباراة كده لأهل وزمالك يخشوها كي 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 كس بانانا إلا يعني لو حصلت مفاجأة غير متوقعة بالمرة لكن دلوقتي لأ المستويات بقت قريبة أوي أوي وزمان في التسعينات كان أهل والزمالك يعرفوا يشتروا كل اللعيبة اللي في مصر دلوقتي لأ فيه أندية بتخش تاخد لعيبة من الأهل والزمالك فخلاص يعني مش كل اللعيبة كبيرة موجودة في الأهل والزمالك لأ فيه لعيبة كبيرة في فرق تانية في الدوري ففاركو ياخد حقه عنده مدير فني محترم الكابتن طريق العشري تولى المهمة من المباراتين كسب مباراتين في منطقة الصعوبة المصري والزمالك فاركو اللي كسب في الدوري حتى الآن كل مبارات واربعة كسب منهم اتنين طارق العشري في مباراتين فيحساب له نشيد بطارق العشري بدلا ما احنا عامين نقول الزمالك كان وحش تم نقول ان فاركو اللي كان كويس طارق العشري عمل مباراة محترمة لعيبة فاركو النهاردة عملوا مباراة هاي العامر جمال عمل مباراة كبيرة جدا لعب سيفتري ده لعب حكاية سيفتري ده حكايته حكاية كمان يا جماعة سيفتري ده هو اللي تسبب في إيقاف القيد لفاركو وبعد ما تسبب في إيقاف القيد لفاركو جاله رباط صليبي يرجع من الأصابة بس لعيب حكاية لعيب حكاية فاركو النهاردة عمل مباراة دفاعية وهجومية ممتازة ممتازة ببساطة يعني هو لازم الأقلي يكسب ولازم الزباني كيكسب فاركو عمل مباراة مختلف بس تحك عليها كل التحية إزا مالك لغبطة كتير جدا الفترة اللي فاتت سواء برحيل الفريرة أو عودته كابتن قسامة نبيه مشاكل بتاعت اللاعبين مشاكل الكيد في لغبطة كتير تمام؟ رغم اللغبطة الكتير دي في رأيي اللغبطة دي تخلص في يوم في يوم واحد قعدة كده حلوة للجهاز الفني مع بعضه مع اللاعبين محتاجين ناخد خطوة قدام ننسى اللي فات الزمالك يحاول يخلص مع اتحاد الكرة قصة القيد ديت ياخد اللاعبين دول ويدعم بيهم الفريق لو لاه الحق في ذلك عشان أنا برضو مش عايز تدخل في أمور جدلية يقول لك يا الحق كريم بيقول إنه اللعبة ما ليش دعوة اللي ليه حق ياخده يعني لو الزمالك حقه إنه ياخد التلات لعبين ياخدهم متحاد الكرة نفس الأمر العكسي فالموضوع بسيط يعني بس كل حاجة دي تتلام اشتركوا في القناة